مع نويتنا وأحلامها أحلامنا حدودها السامة أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة والسادسة حلقة خاصة جدا قبل المواجهة المنتظرة مفيش تفكير الحقيقة بسيطرة على العقل الواحد غير مواجهة بكرة إن شاء الله مواجهة الفرصة للمجد والتاريخ ليه بقول كده؟ لأنه فيه مطشط كتير قوي عدت علينا مش ممكن ننساها يعني فيه لقطات وفيه مباريات وفيه بطولات حال أهلي على مدار تاريخه هو تاريخ طويل جدا عدد من البطولات والألقاب التي لا حصرة لها لكن فيه مناسبات معينة وفيه مطشط معينة مش ممكن أبدا تسقط من الزاكرة أو من تاريخ النادي الأهلي يعني لما أقول لك مثلا مباراة زي مباراة نهائي 2006 تشامبيونز ليج مع الصفاقسي في رادس أو نهائي تشامبيونز ليج مع الترجي في تونس 2013 أو طبعا 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 نهائي القضية ممكن مع الزمالك في 2019 كل دي بطولة 2019 كل دي مطشط لن تمحى من زاكرة الجماهير وكل واحد حضر المباراة دي هيفضل فاكرها العمر كله فلك أنت تخيل أن أنت ممكن تكون بكرة على اعتاب أهم مباراة في تاريخ النادي الأهلي الممتد لـ 115 سنة أهم مباراة حصلت في تاريخ نادي القرن مباراة هنفتكرها سنين واسنين جاية وهتعيش عليها أجيال في فرصة قد لا تتكرر وإن تكررت سيكون سيناريو شبه مستحيل يعني فكرة أنه الأهلي يكسب بطولة دولي الأبطال في نفس الموسم الريال مدريد يكسب دولي الأبطال فنفس القرعة تطلحهم فيه طريق بعض دي فرصة صعب أنها تتكرر مرة تانية وإن كده طبعا مشاركات النادي الأهلي الأخيرة في البطولة بقت يعني أشبه بالروتين الأهلي بقى يطيف شبه دائم طبعا على المشاركة في المونديال لكن مباراة العمر دي هي فرصة للجملة فرصة لجهازنا الفني اللي بيواجه الريال بدون أي ضغوط وبدون أي توطرات مباراة المطلوب فيها المتعة ومباراة المكسب فيها ياخد أسماء لعبتنا لنقلة تانية خالص فكرة أنك أنت تستحضر بس كل خبراتك كل خبرات المواقف الصعبة أو الظروف الصعبة اللي أنت قابلتها في الملاعب تكون حضرة معاك جاهز للتعامل مع كل السيناريوهات اللي ممكن تمر بيها المباراة ومش هتكلم طبعا لأنه دا طبيعي وانت بتواجه واحد من أفضل أنديات العالم اللي لم يكن أفضلها بحكم تاريخه وبطولاته وألقابه ونجومه أنك تكون في كامل تركيزك كامل إصرارك كامل مجهودك كامل إبداعك وأعتقد أنه في الحالة دي ممكن جدا تراهن على أنه الأهلي قادر على تجاوز عقبة الريال والتأهل لأول مرة في تاريخه لنهائي كاس العالم للآن دا من مكاسب المباراة وانت بتتكلم دايما أنه الأهلي حاضر مع الكبار والنهاردة طبعا هننقلكم اللحظات الأولى لوصول ريال مدريد لمدينة الرباط السعدان لمواجهة الأهلي بكرة التمرينة الخاصة للستوديو التحليلي على قناة ريال مدريد طبعا زي ما حضراتكم شايفين وده واحد من أهم مكاسب البطولة بالنسبة لنا إحنا كمان في شاشة النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي اللي إحنا بنفخر الحقيقة بالظهور عليها وبنحمل دايما شعارها أنك تتعاون وده قدر الكبار واحد من الحاجات اللي لابد أنها تترجم مش بس اهتمام وسائل إعلام الإسبانية بالنادي الأهلي ووصفه بملك إفريقيا ووصفه بنادي القرن ودي كلها مكاسب كبيرة بحق النادي الأهلي من مشاركته في البطولة ومن مواجهته للريال لكن زي ما أنتوا شايفين طبعا حتى الاستوديوهات التحليلية في قناة ريال مدريد فردت مساحات كبيرة للحديث عن المواجهة المنتظرة شعار النادي الأهلي في مواجهة شعار ريال مدريد في واحد من الاستوديوهات التحليلية اللي بتتكلم على المباراة تدريبات النادي الأهلي طبعاً اللي بعتتها قناة النادي الأهلي لقناة ريال مدريد عشان تطبيقاً طبعاً لبروتوكول التعاون بينهم زي ما حضرتكم اللقطات اللي انتوا شايفينها دي على قناة الريال مش على قناة الاهلي صحيح شعار النادي الأهلي موجود بما انه الملكة الفكرية وحقوق البس ملك للنادي الأهلي لكن طبعاً بروتوكول التعاون بيفرض علينا زي ما هم بيبعته لنا تدريبات ريال مدريد إحنا كمان نبعت لهم تدريبات النادي الأهلي وظهر نجوم النادي الأهلي ولوجو النادي الأهلي على شاشة قناة أو على قناة ريال مدريد الكلام طبعا أو العنوان بيتكلم على أنه مواجهة الدور قبل النهائي الأهلي ريال مدريد الأربعاء في مدينة الرباط ده طبعا جزء من تدريبات الريال والسعدادات والنهاردة حلقتنا بشكل كبير هتكون عن الريال أكتر ما هتكون عن الأهلي يعني يمكن تشكيل الأهلي طريقة الأهلي تقريبا تقريبا بالنسبة 80% معروفة لدى الجميع الحيرة ممكن تكون أكتر في السلاسي اللي هيشارك في خط الهجوم يعني الجميع متفق أنه الأنسب لبداية المباراة هو الشناوي مع متولي مع عبد المنعم مع معلول مع هاني في خط الظهر غالبا إن شاء الله هيكون ديانج وحمدي فتحي والسلية في خط النص السلاسي اللي قداماني ده هو يمكن يعني محل النقاش لغاية وعندي يعني يقين إنه ممكن يكون الجهاز فني لغاية النهاردة ما استقررش على مين هيبدأ المباراة لكن اللي يفرحك ويبسطك ويطمنك إن الكل جاهز يعني لو اتكلمت على عبد القادر الشحات شريف جاهزين لو اتكلمت على تاو وكهربا وطاهر محمد طاهر برضو جاهزين لو كهربا جاهز الحمد لله طب مننا النهاردة على بعض سنادي الألي وهنتطمن تاني وتالت على جهازات كل اللعبين الجهازين طبعا وحضرين كله بيمني نفسه بالمشاركة والدوافة عند كل اللعيب بالإضافة طبعا للتيم كله كبيرة جدا وتراهم بكرة جدا 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 يعني طبعا شخصية الأهلي دايما حضرة في كل المواقف الصعبة لكن تراهم بكرة جدا على حاجتين على روح الفنلة الحمراء اللي دايما تصنع الفارق روح الفنلة الحمراء اللي دايما بتصنع الفارق في مواجهات الصعبة والمواجهات الكبرى وتراهم كمان على شعار 11 راجل في الملعب بصرف النظر عن مين الأسماء ومين التشكيلة اللي هيخدها النادي الأهلي هناخدكم طبعا نروح لتفاصيل تانية من المغرب من رباط تحديدا وننلكم مشاهد اليوم الأخير أو يوم الاستعداد الأخير قبل المواجهة المنتظرة تمتخيلين بكرة الأهلي هيلاعب ريال مدريد وبصرف النظر عن النتيجة ده في حد ذاته مكسب كبير جدا ومباراة بالتأكيد لن تنسى لو وفق فيها الأهلي بكرة نكون على عتاب مجد جديد بيصنعه أبطال القلعة الحمراء لو وفق فيها الأهلي بكرة هتكون أهم مباراة في تاريخ النادي الأهلي أنا ما بنساش مثلا مباراة زي مباراة مصر وإيطاليا في كاس القارات المباراة اللي كسب فيها المنتخبنا الوطني بنتيجة 1-0 ما بنساش أبدا النهائيات التاريخية اللي جامعت بين مصر وكود ديفوار ثم مصر وغانا ثم مصر والكاميرون في ثلاث بطولات أفريقيا أو حتى يعني أنا شفت دي حضرتها هكت فكرة هكت صغير جدا نهائي مصر والكاميرون 86 في الساد القاهرة نهائي مصر جنوب أفريقيا بوركينا فاسو 98 فإنت بتكلم على مطشات أبدا عمرها لن تنسى لن تمحى من الزاكرة مطش بكرة قد يكون أهم من كل هذه المباراة وقد يفوق بإذن الله لو تأهلنا إن شاء الله حتى المباراة النهائية وإن كنت أتمنى طبعا إنه إذا استطعنا تجاوز عقبة الريال فبالتأكيد نستطيع أن نتجاوز أيا كان بقى المتأهل من فلمينجو والهلال اللي بيعابوا مباراة قبل النهائي الأولى النهاردة الجولة الأولى من قبل النهائي هتكون تسعة بتوقيت القاهرة أنا شخصيا طبعا هكون حريص على متابعة المباراة ومحاولة دراسة الفرقتين عملا في إذن لأنك بالتأكيد هتقابل واحد منهم يعني لو قد لنا إن شاء الله نحن نكسب بكرة هنقابل واحد من الفرقتين على نهائي البطولة على المركز الأول والتاني ولو لقدر الله لقدر الله خسرنا مباراة بكرة هيكون عندنا فرصة في تحقيق برونزية ربعة أمام برضو واحد من الفرقتين قبل ما نروح المغرب وقبل ما أكشف لكم كل الأرقام المتعلقة بمشاركات ومباريات ومواجهات ريال مدريد في الموسم الحالي قبل ما نتكلم على تصريحات كارلو عن شلوتي وتصريحات مارسل كولر عن مواجهة بكرة قبل ما نتكلم على البدايل المحتملة اللي هتشارك بان بدل من النجوم الأساسية اللي هيفقدهم وهيغيبوا عن الريال في مواجهة بكرة خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقاتنا يعني طبعا أنت بتكلم على أندية أوروبا وملاعب أوروبا في 90% من المباريات كامل العدد أهين كان فرص الفريق على المنافسة وأهين كان اسم النادي وبصرف النظر حتى عن أعلى الأندية من حيث الإرادات الاقتصادية المرتبطة بتذاكر المباريات أنت بتكلم كمان عن واحدة من أهم النقاط اللي بيفتقدها النادي الأهلي ممكن يكون الأكثر تأثرا سلبيا بفكرة غياب الجمهور عن المدرجات لأنه الأهلي طول عمره بيملك جماهير تحرك الحجر وبالتالي انت حرمت الأهلي من واحدة من أكبر مميزاته وما فيش نادي تاني لا في مصر ولا في أفريقيا ولا في الوطن العربي ولا في أجزاء كبيرة جدا من العالم بتتمتع بجماهير جماهيرية وشعبية النادي الأهلي على كل أحوال أنا بتابع لحظة بلحظة من النهاردة الصبح أخبار فرقتنا في المغرب وتواصلت مع زمل عشان أطمن دايما لأنه في بعض الأخبار المرتبطة بغيابات أو إصابات لكن على كل أحوال خلينا نروح للرباط مباشرة على الهواء هيكون معنا زمنا كريم أحمد مراسي القناة النادي الأهلي هناك يطمن على آخر السعادات النادي الأهلي النهاردة كان فيه تمرينة صباحية وكان فيه مؤتمر صحف نتكلم في تفاصيله على مدارة الحلقة بس نتطمن الأول من كريم على اللمسات الأخيرة قبل مواجهة القرن يعني كما سميت أو كما أطلق عليها بين الأهلي وريال بكرة إن شاء الله الساعة 9 بتوقيت القاهرة أرحب بكريم الأول وقوله مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز أحمد سمير برحب بيك في البداية وبرحب بكل جمهور النادي الأهلي العظيم إحساسي الشخص يا كريم قبل ما أدخل في التفاصيل إنه يمكن تكون أقل الأجواء توطرا أو ضغطا اتعرضيها الأهلي في مشواره يعني يمكن قبل مواجهة أوكلند أو قبل مواجهة سياتل ساوندرز كات الضغوط يمكن تكون أكبر شوية من مواجهة الريال مباراة بكرة الجمهور هنا في القاهرة شايفها مباراة للمتعة ومباراة للشهرة تنقلي الصورة عندك في المغرب عاملة إزاي يعني بضعوم الصوت لصوتك بالتأكيد يعني المباراتين طبعا الماضيتين كان فيهم ضغطات كبيرة جدا عشان توصل لهذه المرحلة الحقيقة لكن المجهود الكبير من الجهاز الفني وتحديدة ميستر كولر بيأكد على كلامك يا أحمد طبعا إنه لابد يكون في رفع الضغوطات بشكل كبير متع نفسك في هذه المباراة ويمكن ده اللي كان بان النهاردة بتدريب النهاردة وتدريب الأمس الحقيقة من الواضح اللي ميستر كولر عارف بعض النقاط المهمة جدا إنه يشتغل الجانب النفسي بشكل كبير جدا مع العيب النادي الأهلي بيرفع الروح المعنوية في التدريبات بالتحفيزه بالكلام البسيط وبمشاركته الحقيقة في بعض التدريبات مردودها الحقيقة بيكون كبير ومماز جدا على فريق النادي الأهلي وعلى العيب النادي الأهلي فيمكن دي نقطة مهمة جدا هي مباراة المتع حلم كبير لأي العيب في النادي الأهلي يرتدي قميص النادي الأهلي ويشارك في هذه الموراة على دكة البودلاء في الحداشر في القيمة حلم كبير جدا أنت تواجه نادي القرن الأوروبي ونادي القرن الأفريقي في مواجهة العالم كله هينتظر هذه أقل مباراة صحف المغربية الحقيقة هنا وكل وسائل الإعلام النهاردة كان فيه اهتمام كبير جدا يمكن بعض اللقاطات وبعض الصور هبان طبعا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي مش هادر أعدلك عدد الكاميرات للنحياء عدد كبير جدا 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 يدل على قيمة النادي الأهلي الكبيرة بتاريخه الكبير وأيضا كمان أكيد على الجانب الآخر فريق قرية المدريدي اللي لسه هيكون تدريبه فيه أستاذيسة مساء بتوقيت المغرب أيضا هيكون فيه اهتمام كبير جدا لكن الحقيقة اللي لمستنا النهاردة الجانب اللي ممكن إعلامي والصحف والأخبار والمواقع بتتناول قيمة النادي الأهلي الحقيقة العظيمة والتصرحات الكبيرة جدا اللي بتحسسنا بالفخرة والاعتداز الكبيرة جدا سواف الفيردي أو كارلو أنجلوتي الواحدة ما بيسمع زميلي أحمد هذه التصرحات وعلى تعظيم النادي الأهلي بقيمته الكبيرة ويمكن بعض كمان الكلمات يعني أنا مش طبعا مش هنكلم بشكل كامل على التصرحات لكن يمكن التصريح الملفق جدا فالفيردي قال يمكن جمهور نادي الأهلي بيبقى زعلان جدا ما بحد يقول أنه هو مش هيكسب المباراة القادمة أو مش هيكسب ريال مدريد دي الحقيقة بتوصل توصل لعيبة النادي الأهلي لعيبة النادي الأهلي في فصل طبعا بالتأكيد وفي تركيز لكن في هذه الحالة لابد أن انت تقرأ التصريحات لابد أن انت تكون متآني بشكل كبير جدا لابد يكون عندك وعيها في هدية المباراة عشان كده الحقيقة ميستر كولر نهاردة كان العادة كان فيه غلق ليلة تدريبات عخر انتهاء الخمستاشر ديه الأولى المتاحة لكل وسائل إعلام الراجل بقى نهاردة اشتغل على التشكيل التشكيل نهاردة كان واضح ليلة طبعا لكل طبعا بعثة النادي الأهلي لكن تعرف هتتكتم على هذا الأمر بشكل كبير لكن من الواضح فيه قراءة مميزة جدا تحضيرات الحقيقة من ياسين المكاري محل الأداء مع الجهاز الفني بالكامل واضح ان فيه رؤية كبيرة جدا ومهمة جدا من خلال التكتك اللي نخفز النهاردة فيها التدريبات فيارب مشيئة الله النهاردة لعبة النادي الأهلي يكون عندها استعاب كبير جدا من هذه المرحلة دغوطات اللي بيقوم بيها الجهاز الفني وايضا كمان اللاعبين الكبار امر مهم جدا جدا لان خلاص قادر اقولك انتهت كل التحضيرات الفنية الجانب النفسي دلوقتي مهم جدا الجانب المعنوي الجانب التحفيزي والأمر المهم والكبير جدا هي ان احنا بنعمل من ربنا سبحانه وتعالى بمشيئة الله نشوف الكابتن محمود الخطيب غدا على حفلة اتوبيسة للنادي الأهلي بيحايل لعبة وبيسلم عليهم وبيحفزهم كالعادة لانه دي يكون لها تأثير كبير جدا جدا في اي مبارا ولكن في هذه المباراة يكون أمر مهم جدا على كابتن محمود الخطيب تطمننا على صحته تطمننا على حالته يعني مهم جدا طبعا وجود كابتن محمود الخطيب وانا عارف قد ايه واحد بيمثل رمز كبير جدا لكل الاهلوية وبالتأكيد هو رمز كبير جدا لكل النجوم اللي بتشارك في البطولة اتطمن منك على حالته اتطمن جماهير نادي الأهلي عليه يعني اتطمنك زميلي احمد اتطمن كل جمهور نادي الأهلي الحقيقة على حالة القيمة الكبيرة جدا لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارة لنادي الأهلي يعني اكدنا وقلنا الحقيقة تقلبات الجوة كانت شديدة وصعبة جدا من تطوان لطنجا إلى الرباط والمجهود الكبير اللي بيبزل ممكن الكابتن محمود الخطيب على طول في اللوبي على طول في التدريبات بيتابع بشكل كبير لكن الحقيقة صعوبة الجو وممكن بعض اللعيبة كمان حست به بعض طبعا البرد الخفيف جدا ممكن على رأسهم طبعا أفشى زي ما ذكرنا لكن الحقيقة بطم من كل جمهور النادي الآلي الكابتن محمود الخطيب بصحة طيبة جدا هو إن شاء الله بإذننا النهاردة يكون متواجد إن شاء الله معنا وغدا بمشيئة الله عشان كده بقولك بنأمل إن شاء الله بإذن الله يكون متواجد مع فريق النادي الآلي في التنقل من فندو لقامة إلى ملعب ملاي عبدالله لاستابل مباراة الأهلي ورية المدريد اهتمام كبير جدا الحقيقة من أشقائنا المغربة هنا بحالة الكابتن محمود الخطيب وفد طبي يمكن الكل معاه الكل بيحاول أن هو يطمن عليه عشان كده منطمن كل جمهورنا إن شاء الله بإذن الله القيمة الكبيرة لكابتن محمود الخطيب بإسلوبه بحديثه ورسائله ومعنوياته الكبيرة جدا اللي بيوصلها لعيب النادي الآلي وبكلامه الكبير جدا على قيمة النادي الآلي يكون متواجد بكرة بمشيئة الله ولا كل حدث الحديث في 90 دقيقة هتكون صعبة جدا لكن الثقة موجودة الحذر موجود الاحترام موجود جدا لكن الخوف مرفوض ده الأمر المهم جدا اللي وصل لعيب النادي الآلي وده اللي بيحاول يوصله كل الجهاز الفني احترم المنافس بشكل قوي جدا لكن الخوف هي 90 دقيقة انت بتلاعب بفرقة كبيرة جدا توفيق ربنا لو معانا لعبتنا لو في المود لو دخلت في يومها أمر هيكون مهم جدا لأن احنا شفنا الحقيقة النادي الآلي في المحافة العالمية بيظهر بشكل أكثر من رائع وعلى المستوى الفردي كمان أيضا عندنا أكثر من لعب بيظهر بشكل أكثر من رائع في المباريات الكبيرة مستر كولر أيضا كمان يدينا الإحساس أنه لا يخشى أي مباراة كبيرة تصرحاته النهاردة كان فيها دوق كان فيها قوة كان فيها حذر كان فيها احترام كبير جدا وزي ما بقولك زميلي أحمد أما بتسمع تصرحات فالفيردي وأنجلوتي بتشعر بالفخر الكبير وبتعرف قد إيه قيمة هذه المباراة وقد إيه قيمة هذا الحدث فمشيئة الله يا رب يا رب إن شاء الله بإذن الله لعيب النادي الأهل النهاردة في المحاضرة الفنية يكون الأخيرة طبعا في فندو الإقامة هنا يكون مستر كولر بيأكد على بعض النقاط المهمة جدا لأن يارب إن شاء الله بإذن الله بكرة سيقاتنا كبيرة في أشققان المغربة ليكونوا متواجدين في ملعب مولاي عبدالله لكل بيحفز الكل متواجد معانا أمام فندو الإقامة الحقيقة ما بنرجع من التدريبات بنشوف الروح الكبيرة جدا والتحفيز الكبير والتحية الكبيرة من أشققان المغربة دورهم كبير ودورهم مهم جدا لأن النادي الأهل في هذه المرحلة بيمثل طبعا الجانب المغربي والجانب أفريقا والجانب العربي بالكامل فيا رب إن شاء الله بإذن الله كل المجهودات تكلل بالنجاح بمشيئة الله إن شاء الله نستطيع بفضل ربنا سبحانه وتعالى نقدر إن شاء الله بإذن الله عايز أكدلك كمان خلق قندوسي متواجد إن شاء الله بإذن الله هيكون متواجد مع فريق النادي الآهلي بالزابط بالزابط زبيل أحمد يعني انت عارف طبعا هو محفل كبير جدا 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 ولابد أنهو يكون متواجد عشان يشوف الحلم الكبير اللي فيه النادي الآهلي ، يعني هو هيصل أو هيكون متواجد فأربعة والعشرين ساعة هيشارك هيكون متواجد ويش transformations. الأردا إن شاء الله الساعة عشرة مساءً بتوقيت المغرب هيوصل أحمد القندوسى هنا إلى مطار الطبعا الرباط ليكون متواجد طبعا مع بعثة فريقا لنادي الاعلي ونادي الاعلي قيمته كبيرة جدا زميل이었ه فيارب إن شاء الله بإذن الله دعوات كل جمهورنا دعوات أشقائنا المغربة المساندة مهمة جدا والدعم مهم جدا والأهم من لعاب النادي الأهلي لن يكون فيه و sú gda بمشيئة الله إحنا استفدنا وكسبنا كتير من المباراة حتى من قبل ما تبدأ بشكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز كريم أحمد من الرباط طبعا قبل موجة الأهلي بكرا إن شاء الله على ملعب مولاي عبدالله كل التوفيق إحنا على عتاب بإذن الله صناعة وكتابة مجد وتاريخ جديد للنادي الأهلي والحقيقة أنا متفائل يعني أتمنى إن شاء الله بإذن الله بس أنه يكون التوفيق حلفنا بكرا إن شاء الله لكن من ناحية القدرة ورغم كل الفوارئ تتكلم على فريق قيمة التسويقية يعني تقترب من المليار يورو يعني يتكلم في حدود 850 أو 900 مليون يورو في حين إنه الأهلي قيمة التسويقية حوالي 30 مليون يورو لكن أنا ما عنديش شك بل إنه أنا عندي يقين إنه بكرا الفوارئ دي بإذن الله حدو في الملعب والأهلي قادر يعمل جيم كويس مش بالضرورة على فكرة خالص ومش شرط أساسي عشان تعمل جيم كويس إنك تكسب لكن الأهم إنك أنت تلعب كورتك ودي كانت تصريحات كولر بالمناسبة النهاردة في المؤتمر الصحفي عجبني قوي هدوءه وعجبني جدا ثقته تصريحاته يمكن يكون أهمها من وجهة نظري المتواضعة يا فكرة إنه إحنا هدفنا إن إحنا نظهر شخصية النادي الأهلي ودي واحدة أو جملة حط تحتها ميت خط لأنه فيه أوقات كتير جدا مدربين كبار أسماء كبيرة جدا حساباتهم بترتبك في المواجهات الصعبة أو المواجهات الكبيرة زي ما بنسميها وفي بعض الأوقات تانية بتكون حساباتهم مظبوطة لكن قدرتهم على توصيل ده للعابتهم ما بيبقاش واصل بنسبة نجاح كبيرة جدا فبتهرب المطشط منهم بكرة أنا شايف إنه أكتر حاجة ممكن نستفيد بيها مش قصة الغيابات ولا قصة التراجع أو اهتزاز مستوى ريال مدريد في الموسم ده وهكلمكم ليه أنا بقول إنه الريال مش هو الريال بالأرقام حلقة النهاردة زي ما ابتديت وقلت إنها هتكون مخصصة لأرقام ريال مدريد في مختلف المسابقات في الموسم الحالي هنتكلم على وطبعا ميستر كولر تكلم على الغيابات وقال إنه فريق بحجم ريال مدريد مش ممكن أبدا مهما كانت الأسماء أو مهما كانت قوة التأثير لأي غيابات تأثر على فريق بحجم ريال مدريد وبالتأكيد إنه الأسماء اللي هتظهر في مباراة بكرة مش لعب على فكرة الغيابات أو على فكرة عدم موجود أسماء زي بنزيمة وتيبو كورتوا ودول اللي تأكد غيابهم مندي ميليتاو لوكاس فاسكيز أنا شفته يعني حتى وإحنا بنستعرض معاكم بعض اللقطات من تمرينة الريال على شاشة ريال مدريد النهاردة شفت في تمرينة الريال لوكاس فاسكيز وواضح إنه ممكن يكون جاهز جدا وقريب من المشاركة مين ممكن يكون البودل؟ توني كروس طبعا نجم كبير واحد من أهم وأنا وجهة نظري لو يعني صحيح فينيسي جونيور ورودريجو ممكن وفالفيردي ممكن يكونوا خطرين جدا على مرمى النادي الأهلي لكن لو قدر السولية وديانج وحمدي فاتح إنه هم يشيلوا توني كروس ولوكا مودريتش أعتقد إنه هتقضي على جزء كبير جدا من خطورة الريال أسانسيو طبعا رودريجو تتكلم على أسماء طبعا على أعلى مستوى سواء البرازيليين منهم أو الإسبان منهم رودريجو طبعا مدفع الدولي الألماني كامافينجا دولي فرنسي تشواميني أنت بتكلم كمانا على لعيبة يعني كاس عالم لسه جاي من كاس عالم ففي جميع الأحوال الأهلي الريال بيدوم لعيبة على أعلى مستوى ده شيء ما فيش شك فيه ومباراة صعبة بالتأكيد مباراة صعبة لأنه في جميع الأحوال الريال يعلم تماما شخصيته وقدره وحجمه وتاريخه فبالتالي لعيبته هتنزل تدافع عن ده مع كامل الاحترام من وجهة نظرهم مع كامل الاحترام والتقدير اللي اتعكس في تصريحات كارلو أنشلوتي النهاردة في المؤتمر الصحفي على إدراكه لشعبية ولجمهرية ولتاريخ ولبطولات ولشخصية النادي الأهلي رجل أنشلوتي واحد من أهم الموديل فانين نهاردة قال قصيد شعر في النادي الأهلي وهو مدرك تماما أنه حتى قال أنه قابلنا فرق عربية وفرق أفريقية قبل كده لكن نعلم تماما أنه الأهلي مختلف وأنه النادي واحد من أكتر الأندية الشعبية على مستوى العالم وأنه نادي مطالب دايما بالفوز وأنه جباهيره لا ترضى عن الفوز بديل وبالتالي إحنا مدركين والكلام لسه برضو على سان كارلو أنشلوتي أنه مباراة بكرة مش هتكون نزهة وأنها مباراة هتكون صعبة وعلى فكرة دي نفس العنوين اللي تصدرت أهم الصحف الرياضية أو وسائل علامة الرياضية الأسبانية النهاردة الماركة تكلمت وأنا أستعرض معكم طبعا على مدار الحلقة جزء من العنوين الرئيسية اللي كتبت وحللت وقالت عن تاريخ النادي الأهلي الكتير وتحذيرات للعيب ريال مدريد وتحذيرات لكارلو أنشلوتي أنه أنتم هتقابلوا ملك أفريقيا وأنه أنتم هتقابلوا نادي القرن وأنكم هتقابلوا 11 مقاتل في الملعب فزي ما إحنا عارفين أن المباراة بتاعت بكرة صعبة كمان الريال عارف أن مباراة بكرة صعبة فالفيردي تكلم عن الأهلي وقال إحنا عارفين الأهلي كويس وتفرجنا على مطشاطه في الفترة الأخيرة وهو فريق منضبط تكتيكيا وفريق صاحب شخصية كبيرة جدا في الملعب ويمكن إحنا أنا كفالفيردي يعني وهو بيتكلم في المؤتمر ألف مدرك تماما لطبيعة الجمهور في نادي الأهلي لأن إحنا عندنا في الأورجوي الموضوع مشابه طبعا ده ملعب ملاي عبدالله الصديف لقاء بكرة إن شاء الله في مدينة الرباط ونتمنى إن شاء الله من أشقائنا في المغرب أن يكون فيه يعني هو بالتأكيد مباراة كامل العدد وبالتأكيد أن التذاكر مباراة رفزت بالكامل لكن الأهم إن شاء الله لنا راهن عليه أنه بكرة الغالبية تكون إن شاء الله بإذن الله منحازة للنادي الأهلي طيب إيه قصة الريال وإيه موقف الريال قبل مواجهة الأهلي بـ 24 ساعة تعالوا نتكلم عن ده بالتفاصيل بس خلينا نروح لفاصل ونرجع نستقبل ديوفنا ونكمل حلقتنا مفيش مواجهة على مدار التاريخي كله شفت فيها وتابعت فيها وتفرجت فيها على مطشاط النادي الأهلي في أي بطولة ومهما كانت صعبة ومهما كانت أمام أي منافس إيه لو كان فيه جوايا إحساس كبير إنه الأهلي يقدر والغريب في الموضوع إنه الإحساس ده بقى متزايد أكتر قبل مواجهة الريال شوف بقى يعني شوف بقى شوف التركيبة شوف العقلية شوف الأهلي زرع جوانا إيه ومعنديش شك كمان إنه ده ممكن يكون إحساس وشعور غالبية الكساحة في جماهي النادي الأهلي قبل مواجهة الريال بكرة إنت رايح تقابل أقوى وأكبر نادي في الكوكب كله في الكرة الأرضية وإنت عندك إحساس ويقين إنه إحنا قادرين نعملها ورغم كل الفوارئ أراهن بشكل كبير جدا على 11 راجل في الملعب وعلى روح الفنين الله الحمرة في مباراة بكرة وشايف إنه إحنا بإذن الله بإذن الله لو يومنا هنكون قادرين وموفقين في مباراة أطلقت عليه أنا أنها مباراة المجد والتاريخ خلوني أرحب زميلي اللي بستمتع بيهم دايما في السادسة بلال محسن وفاروق عصام المحلين الفنين اللي هيكلمون أكتر عن ريال مدريد أكتر ما هيكلمون عن الأهلي مساء الخير بلال مساء الخير فاروق مساء الخير يا أحمد نورين الدنيا أهلا طبعا بحضرتك أحمد وسعيد أن أنا مع حضرتك ومع فاروق طبعا نورين الدنيا أهلا بيك فاروق أهلا بيك وسعيد دايما أنا ببقى معاكم ومع بلال وأجواء مختلفة دايما يعني خليني بس أنتوا عارفين في يعني تعاون بروتوكول تعاون بيننا وبين قناة ريال مدريد يعني طبعا هم بعثونا متيريال كتير مرتبط برحلة الريال للمملكة للمغرب وتواجده في الرباط وتدريباته ووصول البعثة وطبعا دي لقطات من الستوديو التحليلي اللي تعمل في قناة ريال مدريد بمناسبة اللقاء اللي هيجمع بين الأهلي والريال بكرة فوارد جدا أنتوا تكونوا بتظهروا كمان شوية على شاشة ريال مدريد عشان تبقوا عارفين بس تمام وبالمناسبة دي أقول للزملها يعني في قناة الريال يعني معنا واحد مدريدي عشان احنا محايدين برضو في انتماءات مدريدية جنب الانتماءات الأهلوية بس عايز أقول لهم إن أنا بكرة مش هبقى مدريدي بكرة بيعت الريال لا لا أنا أهلاوي الأهلي قبل مدريد يعني لما يتقابله مع بعض لا طبعا النادي الأهلي بيأتي في المقام الأول طبعا والله هو مش قصة أهلي بس هو قصة مصري كمان يعني الحقيقة الأهلي مش عارف مصر الحقيقة في ومكاسب مصر والرياضة المصرية مش مكاسب الأهلي بس مكاسب الحقيقة الأهلي في البطولة دي أعتقد ليها يعني فوائد كتيرة جدا هتقود على سمعة الرياضة المصرية وسمعة الكرة المصرية في العالم كله إن شاء الله بإذن الله قبل ما أتكلم في فنيات وأرقام وتحليل ورؤية وتشكيل وخطة كمشجعين للنادي الأهلي الأول عايز أعرف إحساسكم ميه قبل مواجد بكرة يعني أنت حاسس بي وانت عاد معنا بلوقتي يا بلين يعني يمكن زي ما حضرك قلت كده يا سيد أحمد يعني مباراة المجد إحنا شخصيا أنا وحضرتك وفاروق وكل العاملين في القناة وكل المشجعين كلنا حاسين إحساس يعني غير مسبوق إحنا هنلاع بريال مدريد ريال مدريد زي ما حضرك قلت كده نادي القرن أفضل فريق في العالم كل الكلام دوت حاجة بتحصل لأول مرة يعني يمكن المختلف في الموضوع إن زي ما حضرك قلت في الحلقة القبل كده لما قلنا إن إحنا إن شاء الله هنوصل وهنواجه ريال مدريد في حضرك روح تقيل هنواجه ريال مدريد في مباراة رسمية ده الجديد إن إحنا هنلاعب ريال مدريد النادي الكبير الإسم العظيم ده في مباراة رسمية دي حاجة بتحصل لأول مرة في التاريخ فإحنا بنعيش مشاعر ما عشناهاش قبل كده سواء كمسؤولين كإعلاميين كجمهور ككل حاجة بنعيش لحظات غير مسبوقة يا رب يا رب يا رب إن شاء الله المشاعر اللي إحنا فيها دي تكمل بكرة إن شاء الله بكتابة التاريخ النادي الأهلي زي ما حضرك قلت قادر على المستحيل ليس أهلويا النادي الأهلي دايما في أغانيه وفي شعاراته بطل عد حدود أفريقيا ولسه في قلبه حلم كمان لسه في حلم عندنا جوانا داخلنا ساكن جوانا مؤمنين به لو صدقنا بكرة إن شاء الله زي ما إحنا كجمهور وحضرك بدأت الحلقة كده وقلت إن إحنا مصدقين وعشمنين إن إحنا إن شاء الله نعمل حاجة بكرة لو اللعيب إن شاء الله بكرة والجهاز وده عشامنا فيهم صدقوا كده إن شاء الله بإذن الله الحلم ده هتحقق بكرة إن شاء الله فاروق الكلمة لك قلت الإحساس ده يمكن أنا عندي لوحدي بس أنا ما بشوفش أهلاوي الأيام الفاتد دي واسأله غير لم يقولك لا إحنا ممكن نعمل حاجة مع ريال مدريد هو ده تشجيع النادي الأهلي وهو ده النادي الأهلي نعود جماهيره دايما إنه أي مباراة على مدار تشجيعك للنادي الأهلي ما شفتش مباراة النادي الأهلي داخلها وما بلعبش على الفوز أو النادي الأهلي داخلها وبتنوح الفوز أكيد إحنا مش داخلين طالبين من اللعبة إنها تكسب ريال مدريد إحنا بنتكلم في الأول وفي الآخر إن ده نادي ريال مدريد أفضل نادي على مستوى العالم والمباراة اللي احنا بنقول بقى مباراة الأحلام هي مباراة المليون ونص دولار كانت منتظرة في تاريخ النادي الأهلي انه يواجه ريال مدريد في كاس العالم لأن دي يمكن على مدار كل النسخ اللي فاتت واجهنا فرق أوروبية واجهنا فرق من أمريكا الجنوبية لكن مواجهة ريال مدريد بشكل خاص كانت مواجهة منتظرة واعتقد حاليا خلاص احنا يعني سعب بتفصيلنا عن مواجهة الأحلام ولازم اللعيبة واعتقد انه ده موجود عند كل اللعيبة انه هم داخلين مباراة زي ما قلنا مباراة المجد ومباراة الشهرة وهي اللاعب نوعين المباراة دي اما ان انت تكون فرصة ليك ان انت تثبت وجودك وتثبت ان انت بتلعب قدام العالم كله بتفرج عليك ولعب تاني ممكن يكون المباراة بالنسبة له تبقى كبيرة على شوية فاللعيبة نوعين واعتقد لعيبة النادي الاهلي مرت بتجارب كتير جدا تخليها جاهزة للقاء ريال مدريد والمواجهة ريال مدريد واعتقد انها ظروف مثالية حاليا موجودة ان انت تتواجه ريال مدريد وليه لا اتحقق مكسب على ريال مدريد هو يعني من حسن الحظ واحنا دايما بنتكلم على مشاركات الاهلي في المطولة انا عايز ارجع لكلمة مش بنوت طوب دي عايز اقف معها شوية بس عايز اقولك انه بتحس انه انت كل مرة بتكتب عن انجاز جديد بيحاول نادي الاهلي اوفوز بيحاول انا مونتري عبلي كده كلهم ابطال قرارات ليهم تقولهم وليهم وزنهم والفوارق النسبية يعني طبعا النسبية طبعا مقدرش قارن بالمراس في امريكا الجنوبية في مونتري في المكسيك في امريكا الشمالية في اوكلند في بارميونيخ في بالمراس يعني كل واحد ليه لكن الفوارق في اوقات كتيرة جدا بتبقى مش بتصب في صلاحنا لكن النتاجة عكس كده خليني اقولك انه وكأن اللي بيحصل او اللي حصل بالذات لالجيل ده وكأن اللي بيحصل للجيل ده كان كله تمهيد انه احتكاك خبرات تجربة عشان توصل للبطولة دي ويبقى عندك الفرصة دي في انك انت تروح ابعد من كل البطولات اللي انت شاركت فيها عبلي كده احساسي كده بالزبط يعني يمكن زي ما حضرتك قلت كده الظروف بتخدمنا جدا ان احنا ما كناش اصلا هنشارك في البطولة فاتعدل مكان تنظيم البطولة وربنا سبحانه وتعالى اراد لنا ان احنا نروح البطولة جينا من بعيد تغلبنا على منافسين صعبين جدا يمكن اوكلاند بطل كاريتو بعد كده سياطل بطل كاريتو قدرنا انفوز في المباراة الاولى ومباراة تانية والروح بقى لمباراة الحلم ومباراة المجد ومباراة ريال مادريد فدايما حتى في بطولات اوروبا يمكن حضرك عارف اليونان وكان فيه منتخبات دايما بالزبط والدنمارك بالزبط والدنمارك بالزبط ما كانش متأهلة وتدخل تاخد البطولة فانا عندي نفس الاحساس ان احنا جينا من بعيد قوي ما كانش في الحسبان او ما كانش مترتب لنا ان احنا نشارك طبعا عدالة السماء ان شاء الله كاس العالم الاخير ده مثال كبير كاس العالم نتائجه ومثال كبير اه يعني فان شاء الله يكون ده ترتيب ربنا لنا في البطولة وايا كانت النتيجة احنا راضيين زي ما قال فاروق احنا مش هنطلب من اللعيبة اكيد ما فيش مدرب هينزل يقول لعيب للعيبتو بكرة خاصة في الوضعية والفرقات الجامدة انزل فوزة على ريال مدريد ولكن انزل انا بس عندي يعني فيه تعليق كده عايز اقوله حضرية اتكلمت عن موضوع الحاجز النفسي يمكن لو رجعنا لمباراة الاهلي وريال مدريد يا فاروق يمكن تفتكر كان اول تغيير للنادي الاهلي في الديها خمسة او ستة كان خروج اشرف امين ونزول ابو المجد مصطفى خرج منول جزيه بعد المباراة دي وقال ان اصابة اشرف امين كانت اصابة نفسية جاله خضة اشرف امين كان لسه منتقل النادي الاهلي حديث العهد وفجأة لقى قدامه روبرتو كارلوس وفيجو وزيدان فجاله زي خضة مستحملش وخرج ونزل بداله ابو المجد مصطفى في المباراة دي تحديدا الموضوع الحاجز النفسي ده كان موجود لحد فترات قريبة ولكن احنا لو كنا بصينا على تشكلة النادي الاهلي وانا مش عايز اطول في الحتة دي يعني هنجد ان محمد الشنوي اول حارس عربي وافريقي يفوز بجائزة افضل لعب في المباراة في كأس العالم 2018 محمد عبد المنعم السردباج بتاع النادي الاهلي لعب على هالر مهاجم دورتموند في كأس الامم الافريقية بالضبط لعب على سادي ومانية لعب على فينست ابو باكر كل ده وقدر ان هو يتفوق عليهم نجد ان علي معلول اخر مشاركة عالمية ليه فاز على منتخب فرنسا مع منتخب تونس في كأس العالم محمد هاني تقلق وليه دائما حضور مميز في كأس العالم للاندي لا ده محمد هاني عمل مباراة رائعة طبعا مباراة العمر قدام بايا ميونيخ قدام كينجس لي كومن والفونزو ديفيز بالضبط بالضبط تتكلم على اثنين من أس اثنين بتاع الألعاب قوة سرعات ومهارات عايز بقى كمان اقول كمان ان بيرسيتاو مع ستاندرد دولياج البلجيكي شارك امام ريال مدريد في دورة أبطال أوروبا وشارك امام منشاستر لونيتد في الدورة الأوروبية وعمل مباراة مميزة وقدم مستوى كبير حسين الشحات شارك مع العين امام ريال مدريد وعمل مستوى كبير فانا شايف ان قصة الحاجز النفسي ما بقيتش موجودة يمكن مباراة اه بالضبط اه اه صنديو احنا كنش حاجة صنديغ غير صنديغ لسي بدنا اكتر من عشرين سنة والمباراة لسا عيشة معنا وهي في الاول في نهاية دوري ابطال برا نهاية دوري ابطال هنا في القاهرة ما بقرأ قلت بكرا ممكن تكون اعظم مباراة في تاريخ النادي الاهلي وده ميزة أنت تكون لعيب في النادي الأهلي. ما أعتقدش فيه لعيب في مصر. هتتحلو الفرصة دي غير ما وهو موجود في النادي الأهلي. عشان كده النادي الأهلي دايما جاذب لكل النجوم. لأن النادي الأهلي مش بس النجوم. النجوم اللي بتدور على أنها تحقق أو تكتب تاريخ. النجوم اللي بتدور على أنه طموحها يكون مجد والقابل والبطولات. يعني ده جزء من المنتالي أو العقلية اللي مطلوب في تركيبة لعيب النادي الأهلي. أنه شخص جاي جعان بطولات نفسه يكتب تاريخ لنفسه ويحقق مجد لنفسه. القصة في الأهلي أنا بقول دايما مش شهرة وشعبية وفلوس. جزء من قصة ممكن يكون كده. لكن الجزء الأهم في التركيبة هو طموحك وقدرتك ورغبتك في أنك أنت تبحث عن ذاتك. يعني الكلام مش يبدو أنه هو كبير لكن ده حقيقي. مطلوب في أي لعب يلبس تيشرت النادي الأهلي. طبعا يعني تيشرت النادي الأهلي أعتقد أنه نادي حاليا هو نادي متواجد في مصر. لكن هو خلاص نادي عالمي. أنا بنشوف حتى اليوتيوبرز بره. لما الناس كلمت عن نادي الأهلي بواجه ريال مدريد. النادي الأهلي بنسبه لهم هو مش مجرد نادي من أفريقيا بواجه ريال مدريد. لا هو نادي معروف عالميا. التيشرت بتاعه موجود وحتى جابوه وتصور به أكتر من يوتيوبر مشهور. شوفنا النادي الأهلي لما كمان ريال مدريد بنزل صور لشعار النادي الأهلي أو النادي الأهلي المنافس بتاعه. بنشوف التعليقات موجودة. الناس عارفة النادي الأهلي وتجارب النادي الأهلي في كاس عام الأندية ما أعتقدش فيه نادي في أفريقيا ليه البعدة على مستوى العالم فوجود اللعيبة في النادي الأهلي هو بيضيف ليها وأعتقد حتى من وجوه اللعيبة كده شايفينها هناك أعتقد أن اللعيبة بتمر بأفضل فتراتها لأن أنت بتواجه يعني أنت عتب مباراة للتاريخ يعني للتاريخ لكل لعب وأتمنى لعبة النادي الأهلي بكرة تكون متحررة من كل الضغوط ما يكونش فيه ضغط على أي لعب زي ما قال بلال أنه ممكن يبقى العامل النفسي مهم لكن أعتقد أن اللعيبة هتستغل الفرصة وهتستغل مباراة زي دي وأهميتها أن هي تمتع الجماهير وتمتع نفسها وأعتقد أن حتى جماهير النادي الأهلي مستنية بكرة متعة أكتر من مباراة بير ميونيخ حتى في النسخة اللي فاتت يمكن كانت المباراة فيها تحفظ شوية لكن إحنا بقى بنطالب أن يبقى فيه متعة وفيه أداء جيد لكن زي ما احنا بنقول دايما أن في الملعب النتيجة مش مهمة أكتر من الأداء في المباراة دي تحديدا أنت لو ما حققتش فوز على ريال مدريد الجماهير مش هتخرج تهاجمك ومش هتخرج تنتقدك لكن إنت لو قدمت عرض جيد ضد ريال مدريد الجماهير بالعكس هتخرج مبسوطة من المباراة وهتخرج حتى المباراة تفضل في ذكرتها للأبد عايز أتكلم على كلمة محدش بيطلب يعني أنا شايف أنه لا يحق لأي حد أن نطلب من لعبة نادي الأهل أنها تكسب ريال مدريد بما فيهم طبعا الجمهور ما بيطلبش أنا عارف أنه أغلب الجماهير يعني بتقول للعيبة احنا عايزين أداء كويس عايزين مباراة حلوة عايزين مباراة نفتكارها عايزين كنت تعملوا اللي عليكم بس النتيجة في النهاية بتاعت ربنا ده السوادى الأعظم يعني من الجماهير ولا حتى الجهاز الفني ممكن يطلب ده من شاءا ده وجهة نظر يعني ما فيش جهاز فني ممكن يطلب من فريقه أنه يكسب ريال مدريد في مباراة رسمية في بطولة كاس عالم ده ممكن يبقى لتأثير سلبي ولا حتى قدرت النادي الأهل يبينها فيها كابتن محمود الخطيب أعتقد رسالته هتكون اعملوا عليكم وازهروا بشخصيتكم لكن الوحيد اللي ممكن يطلب ده من اللعيبة هي اللعيبة نفسها أنا بشوف أنه اللعيبة بينها وبين بعض عليهم أنه هم يتكلموا في أنه إزاي إحنا نحقق ده لإدارتنا والجهازنا الفني والجمهورنا اللي واقف في ظهرنا الوحيد اللي ممكن يكون بيرتفع بسقف طموحه أنه يخش المباراة دي وتركيزه كله على المكسب هم اللعيبة نفسه طبعا وده اللي حصل مع منتخب المغرب يعني إحنا كنا تكلمنا أثناء إقامة كاس العالم وقلنا أن سر تفوق المغرب ووصولها للأدوار المتقدمة الغير مسبوقة تاريخيا في تاريخ العرب في كاس العالم أن لعبة المغرب مصدقة نفسها على أرض الملعب مش هيبين الموقف يعني المغرب في مباراة البرتغال هي اللي بتهاجم البرتغال على أرض الملعب البرتغال بتمتلك نجوم كلهم بيلعبوا في أعلى المستويات وفي أكبر الدوريات وفي أكبر الأندية الأوروبية ولكن على أرض الملعب الموضوع مختلف حالة الفريق إيه على أرض الملعب لا المغرب هاجمت البرتغال وقدرت تحرز هدف وتتقدم وتحافظ عليه وتخرج بالمكسب والصعود فإنت زي ما حضرك قلت كده اللعيبة على أرض الملعب لو صدقت نفسها وأمنت بحظوظها إن إحنا نزلين 90 دقيق 11 لاعب إحنا عارفين ومعترفين واللعيبة نفسها عارفة إن فيه فرقات إحنا مش هنتكلم في النقاش أو موضوع الفرقات لا الفرقات موجودة ولكن حالة اللعيب إيه يوم المباراة أنا ممكن أستغل مثلا دلوقتي إن فيه فترة تراجع في النتائج لريال مدريد وده ظاهر واضح ممكن الناس تقول إن ده هيبقى دافع لريال مدريد طبعا وزي ما طلع رودريجو البرازيلي لعب ريال مدريد وقال إنه هو منتظر مصابقة كاس العالم الأندية علشان يعود إخفاقات الليجة وإنه هو بينتظر بفرغ الصبر تتويجه وتتويج زميله بالبطولة فده ممكن يكون دافع لهم النتائج المترجعة مش شرط إنها تكون عامل سلبي على ريال مدريد ممكن تكون دافع لهم إن هم رايحين كاس العالم بنية التعويض وإسعاد جماهيرهم عن النتائج المترجعة وممكن أنا كنادي أهلي أستغلب الحالة ديت فنيا إحنا بنتكلم فنيا إحنا مؤمنين بحظوظنا إحنا كجمهور كمحللين كلاعبين أنا مؤمن وقاعد هنا علشان أتكلم إن النادي الأهلي عنده فرصة إن شاء الله بكرة قادر آه قادر إن النادي الأهلي قادر بالزبط وحسب بقى رؤية الجهاز الفنية في الملعب يعني التوظيف اللعيبة التاكتك الزائق في العالم فاتيح العبريال مدريد كل ده شغل فني هنتكلم فيه دلوقتي معاكم بس أروح لفاروق يعني ده مشهد أو مكسب أنا شخصيا فخور إن شاشة الأهلي وقناة الأهلي جزء منه فكرة إنه يكون فيه بروتوكول تعاون والتأكيد طبعا الناس دي ما بتهزرش تتكلم على واحد من أفضل الأندية في العالم فلما قناته قناة ريال مدريد يبقى فيه بينها وبين النادي الأهلي بروتوكول تعاون يبقى فيه تبادل للمواد اللي بيتم بثها في القناتين ويبقى فيه ظهور أساسا لشعار النادي الأهلي لوجو قناة الأهلي بداية وشعار النادي الأهلي كنادي على شاشة ريال مدريد ده بتأكيد مكسب كبير جدا شايفه إزاي حاسس به إزاي ترجمته خلينا نقول إن العلامة التجارية للنادي الأهلي قبل بطول الكاس العالم الأندية النسخة الحالية كانت شيء وبعد البطولة واخلال البطولة هي شيء تاني تماما لأن النادي الأهلي أدار الموضوع تسويقيا بشكل جيد جدا قبل البطولة سواء بقى عن طريق الرعاية لجمل النادي الأهلي أعتقد إن ما كانش فيه راعي أو براند داخل يرعى النادي الأهلي وهيرفض فرصة إنه هو الظهور على مستوى العالم وعلى مستوى القنوات اللي إحنا بنتكلم بكرا للمباراة مزاعة تقريبا في جميع أنحاء العالم فكاد فرصة لكل الرعاية وحتى النادي الأهلي أعتقد إنه هو هيبني على بطولة زي دي هيبني عن شعاره موجود في أسبانيا موجود في العالم كله بعد كده يعني هيبقى صعب جدا أن أنت كشركة أو براند تروح تتعاقط مع النادي الأهلي النادي الأهلي هو الوحيد اللي ممكن في أفريقيا يوصلك للمرحلة دي بالزبط للعالمية كمان بنتكلم إن المباراة دي هتضيف للنادي الأهلي مكاسب أعتقد كل المكاسب مكاسب رياضية ومكاسب مالية ومكاسب حتى للعلامة التجارية زي ما اتكلمنا وحتى بروتوكول التعاون أنت النهاردة المشاركة دي يا فاروق يعني بمواجهة سياتل ساوندرز هسسني أوكلند شوية يعني أطلعني زيلندا أو أوكيانوس بره للحسابات شوية لأنها بعيدة علينا قوي لكن لما تكلم على اهتمام وسائل العالم في أولادة المتحدة الأمريكية وحتى المكسيك يعني بما نحن نتكلم عن كونكا كاف وأوروبا أكبر قوة اقتصادية في العالم كله قارتين يعني هم تقريبا مستحوذين على أغلب موارد اقتصادية في العالم هحوط معهم فضل الصين واليابان مثلا وكوريا والهند مثلا يعني دول فأسي فنت بتكلم على رواج اقتصادي كبير جدا قدرات تسويقية كبيرة جدا يكفي بس أنه شعار يعني تيشرت النادي الأهلي أو الشعارات المحطوطة عليها والوجهات المحطوطة عليها بتظهر في ولاية المتحدة الأمريكية وفي أوروبا وفي وسائل الإعلام وفي ماركا وفي أس وفي قناة ريال مدريد ده في حد ذاته قيمة مضافة كبيرة جدا طبعا اسم نادي الأهلي ولما تيجي تتكلم على عقود رعاية قادمة بإذن الله للنادي الأهلي تب تتكلم في لفل تاني خالص هدخني على لفل الوحش فيما يتعلق برضو باقتصادياتنا عشان نبقى متفهين في النهاية أن احنا يعني لو وفر لنادي الأهلي عشرة في المائة من ميزانات نادي زاريال مدريد الصورة هتبقى مختلفة تماما الحتة دي فكرتني بت دايما السؤال هو ليه النادي الأهلي بياخد المبالغ دي هو ليه النادي الأهلي بتجيله العقود دي هو ليه النادي الأهلي كله بيتهافت عليه طب يا جماعة الإجابة واضحة وصريحة مش محتاجة أي محلل مالي أو محلل تسويق أنا كبراند هروح ليه للنادي الأهلي لو هو ما بيقدم ليش الإضافة أنا هتفعله الفلوس عشان هو بيقدم لي إضافة مش موجودة عند أي منافس تاني أو مش موجودة عند أي نادي تاني فالنادي الأهلي وجوده في بطولة زي دي أعتقد يعني أكبر رد على أي حد كان بيتكلم الفترة اللي فاتت على العودة الموجودة للنادي الأهلي أو الاهتمام الزايد عن الحد النادي الأهلي لأنه طبيعي وما فيش اهتمام زايد عن الحد أو حاجة هو طبيعي النادي الأهلي موجود في مكان زي ده العالم كله بيتكلم عليه مش بس داخل مصر لا العالم كله بيتكلم حاليا على النادي الأهلي طيب بمناسبة العالم كله بيتكلم تعالوا بص كده أسبانيا إيه الأخبار يعني أنت بتكلم طبعا على واحد من أكبر الأندية في العالم وبالتأكيد طبعا مع برشتونه هو يمكن أن يكونوا أكبر وقتلات كومادريد أكبر ناديين أو تلاتها في أسبانيا فبالتالي فيه اهتمام كبير جدا من الصحافة الإسبانية بمواجهة الأهل والريال تعالوا نشوف كده الصحافة الإسبانية كتبت إيه جاهزة معنا يلا دي المركة دي الموندو دي بورتيفو الموندو دي بورتيفو قالت طبعا أنه الأهلي في مواجهة الريال في قبل نهائي كاس العالم للأندية وتكلمت طبعا على أهم على الجهاز الفني في النادي الأهلي وعلى نجوم النادي الأهلي اللي هيواجه الريال بكرا إن شاء الله صحيفة كتالونية صحيفة كتالونية تكلمت كمان أن الأهلي قادر يحقق نتيجة إيجابية ضد ريال مدريد في طبعا كتالونيا برشلونا يعني أهم حاجة يعني لو حاجة نتيجة هتبقى حفلة في قبل نهائي كتالونية تبقى حفلة في قبل نهائي كتالونية كتالونية تنمسى إلى بكرا طيب نروح للي بعدها دي الأي بي سي إن الريال مدريد طبعا هيدخل مواجهة في السامي فاينال لكاس العالم للأندية في مواجهة الأهلي المصري مصورة طبعا لمستر مارسال كولر طبعا مديل فني للنادي الأهلي طبعا دي الماركة الأسبانية في الرباط الريال مدريد يواجه 11 مقاتل مصري في يعني لملك أفريقيا وهنا طبعا صورة طبعا لسكواد النادي الأهلي اللي ظهر في الصورة ماركة يتصدرها سكواد النادي الأهلي تيشرت النادي الأهلي نجوم النادي الأهلي شيء الحقيقة يعني مشرف جدا طيب عشان نتكلم على الأرقام أكتر وعشان نتكلم على التفاصيل اللي ارتبطت بيها أو ارتبطت بيها اسم نادي الأهلي في تقارير معظم الصحف الأسبانية وأتكلمكم على الريال الموسم ده والأهلي الموسم ده عامليني إزاي في مواجهة بعض خليني بس أروح لفاصل ونرجع نكمل مع بلال فاروق وفاروق في السادس طيب قبل ما أدخل في الأرقام خليني أقول لكم أنه ده يمكن يكون واحد من الحاجات اللي مخلياني أو مخليه كتير من الجمهور يرهن على مطشبك على إمكانية الأهلي أو قدرة الأهلي على تجاوز الريال بكر ودي مرتبطة كمان بالأرقام يعني قصة مش قصة عن ترية مش قصة يلا احنا الأهلي ونقدر لكن كمان الأرقام لها دلالات والغيابات بالتأكيد لها تأثير لكن تعالوا نشوف مع بعض كده مبدئيا ومع بلال وفاروق إيه هي القيمة التسويقية للفرق الأربعة اللي وصلت للدور قبل النهائي في بطولة كاس العالم للأندي فاروق طبعا احنا بنتكلم من ريال مدريد على الصدارة والفارق كبير ما بينه ما بين أرب منافسين حتى فلمينجو نادي فيه نجوم كتير موجودة منهم أرتور فلاء فيدال نجم برشلونة وباير مينيخ ويفينتوس السابق وفيه حتى نجوم كتير يعني ديفيد لويز ونجوم كانت موجودة في الدورات لو بقى عشان كده يمكن شوية القيمة التسويقية بتاعتها عالية بعد كده نادي الهلال بالنجوم وطبعا المحترفين الأجانب في السعودية معروف إنه هم تمانية فدايمن في نجوم برضو ليها متى تسويية العالية بعد كده النادي الهلي بتسمى وعشرين مليون وهو النادي الهلال احنا نتكلم الأربعة الأعلى قيمة التسويقية في البطولة هما اللي قدروا يتأهلوا لنص النادي سية الثاوندرز أعلى مننا أعلى من النادي الهلي سية الثاوندرز وصل تمانية واربعين أو تسعة واربعين مليون يورو أعلى كمام من الهلال وأعلى كمام من الهلال في فارق كبيرة من بلد الدوري الأمريكي والدوري المصري وحتى كنت أتكلم مع صحفي أمريكي في الموضوع ده وقال لي أنها اتفاجئت بالنادي الأهلي واتفاجئت بالمستوى اللي موجود في أفريقيا وتقول لا مش في أفريقيا أقول لها اللي كده النادي الأهلي بس هو اللي كده صحيح يعني كمان نبس يا صاحبي أو بصينا للقيمة التسويقية الفارق الكبير بين القيمة التسويقية للنادي الأهلي ونادي ريال مدريد يعني 849 من 29 يعني 820 820 مليون آه فرق فالقيمة التسويقية طبعا كبيرة جدا لكن في الملعب في الملعب ما كش الكلام ده آه ده طبعا من القيمة التسويقية طيب خلينا نروح لتاريخ مشاركة الأهلي والريال بما أصفهم طبعا من أكتر الأندية لعبا للمباريات وأكتر الأندية بالمناسبة خلينا أصحح معلومة يمكن مع فوز الأهلي على سياتة الساوندز الأهلي بينفرد بالمركز الثاني من حيث عدد المباريات اللي كسبها في البطولة في مشاركاته في بطولة كاس العالم يعني قلنا في المركز الثاني مشاركة مع البرصة بسبع مباريات بعد فوزنا على سياتة الساوندز بقى الريال واحد عشر مباريات الأهلي تاني تمن مباريات برصة تاله سبع مباريات طيب نستعرض مع بعض أرقام الأهلي أرقام الأهلي أحياء الآن مثل هزانكما فقط منديال طبعا الأندية ريال مدريد شارك في ست نسخ في ست نسخ في المقابل النادي الأهلي شارك في تمن نسخ النادي الأهلي لعب عشرين مباراة في المنديال الأندية في المقابل ريال مدريد اتناشر مباراة فاز النادي الأهلي في تمن مباراة وريال مدريد تمكن من الفوز في عشر مباراة النادي الأهلي تعادل في مباراة وحدة في المقابل ريال مدريد تعادل في مبارتين ريال مدريد لم يخسر اي مباراة في خلال مشاركاته في كاسة عامل انديان ان شاء الله بكرا نسجل الخسارة الاولى في سجل ريال مدريد بإذن الله في المقابل النادي الاهلي خسر في 11 مشاركة او 11 مباراة خلال التمن مشاركات وده طبعا لان مشوار النادي الاهلي دايما بيوصل الادوار يعني النهائية النادي ريال مدريد سجل 31 هدف واستقبل 11 هدف في المقابل النادي الاهلي سجل 21 هدف واستقبل 26 ريال مدريد فاز بالبطولة اربع مرات والنادي الأهلي لم يحقق البطولة حتى الآن وطبعاً البركز الثالث النادي الأهلي عنده في رصيده ثلاث ميدليات برنزية في المقابل طبعاً ريال مدريد ما وصلش لمباراية الثالث والرابع فهو البطل في أربع نسخة شوف صعوبة المهمة 12 مباراة ريال مدريد ولا خسارة يعني احنا بس بنحب الجمهير النادي الأهلي تشوف صعوبة المهمة قديه نادي ما تعرضش لأي خسارة من كل الفرقة اللي وجهها قبل كده فالمباراة برضو صعبة صعبة جداً وهو معتد كمان على الوصول للمباراة النهائية دايماً فبالتالي فكرة الترفيل الأوروبي بقى الترفيل الأمدية الأوروبية بس خليني ألفة النظر لنقطة مهمة جداً يمكن ما تذكرتش في الأرقام دي وهي أنه الأهلي في ثلاث مشاركات الأخيرة يعني سيبك منتمن مشاركات لأنه منهم بايت شوية يعد عليه فترة طويلة وجيل تقريباً مش موجود منه أعتقد غرامي ربيعة دلوقتي لكن في الثلاث مشاركات الأخيرة أنت بتكلمع الأهلي حقق ثمانية فوز في مشواره في ثمان نسخ تدف الفين وخمسة الجيل ده حقق ستة منهم يعني أنت كسبت الدحيل في المباراة في النسخة الأولى كسبت الدحيل وبعد كده كسبت بالميراس وكسبت المونتري وبعدين كسبت الهلال صح كده وكسبت أوكلند وكسبت سياتر خمسة وسبعين في المائة يعني خمسة وسبعين في المائة من انتصارات الأهلي في المونديال حقها العيبة دي حقها الجيل ده وده رقم برضو ملفت شوية للنظر وخصوصا أنك أنت تغلبت على كل مدالس الكوروية لقبلتها بستسناء بقام ميرخ يعني كسبت من أمريكا الجنوبية بالميراس كسبت من أمريكا الشمالية سياتل ساوندز ومونتري كسبت من أسيا الدحيل والهلال فبالتالي أنت تقريبا تراكم خبرات أعتقد جيد جدا للمباراة دي تحديدا لأن الجيل ده زي ما قلنا هو اللي حقق الإنجازات وحقق المكاسب فليه لا؟ ما يحققش مكسب هو الأهم في تاريخ نادي لا طيب إيه اللي جاهز معنا لو ابتدتنا بالأرقام يعني عاملين دراسة لحضراتكم كده على فرقة ريال مدريد الموسم الحالي فمعنا مجموعة من الأرقام خاصة بمشاركات الأهلي والريال في الموسم اللي إحنا عايشينه ده استسننا بس من الأرقام دي ملاحظة قبل ما بلال وفاروق يخش في الأرقام ودلال الأرقام دي استسننا مباريات الكاس اللي لعيبها النادي الأهلي رغم أنه فاس فيها طبعا تجاوز فيها المقاولين واسموحها لأنها بتحسب من مباريات الموسم الماضي والمقاصة طبعا خلينا نقول إن ريال مدريد الموسم ده يمكن أرقامه شوية بتدل على تزبزب واضح في المستوى بدأ الموسم بشكل مثالي وعمل سلسلة له هزيمة كانت رائعة جدا مع أنشلوتي وكله قال إن ريال مدريد بعد الفوز بدور الأبطال والصنائية في الموسم الماضي هو مكمل الموسم وبدأ الموسم بشكل جيد بعد كده حصل كده داون ودروب في أداء الريال مدريد خسر السوبر ضد برشلونة وأكتر من هزيمة وتعادل في الليجة خلوه فقد الصدارة لو بنبص على الأرقام هو لعب 36 مبارمة بين دور الأبطال والكاس والدور الأسباني 23 فوز ويشن دي حاجة يعني خلينا نقول أرقام الأهلي وأرقام الريال في كل واحدة من دول يا فاروق لكن طبعا الموسم في أسبانيا وفي أوروبا بدأ قبل الموسم عندنا الفوز في النادي الأهلي 16 والفوز للريال مدريد 23 ونسبة الفوز للنادي الأهلي أعلى بكثير من ريال مدريد تعادل أربع تعادلات للريال مدريد وأربعة للنادي الأهلي النادي الأهلي بلا هزيمة حتى الآن في الموسم بتاعه والنادي الريال مدريد بخمس هزيم منهم الليجة ومتوزعين على الليجة وعلى هي الليجة بس يمكن هزيم كلها الريال مدريد كانت في الليجة الأهداف خمسة الليجة والسوبر والسوبر لكن هو ما خسرش في دور الأبطال وما خسرش في كاس أسبانيا لا بس شال 3 من برسلورة مع 3 جمزين يعني كبيرة طبعا نتيجة كبيرة في السوبر وهزة الفريق رقم 3 ده مميز جدا الموسم ده معنا عشاني حالي في 23 و 20 فاهم هو رقم 3 وميز معنا ومع فرق تانية برضو في مصر الأهداف يمكن 65 هدف لريال مدريد طبعا لأنه ولعب مباراة أكتر من نادي الألي 33 هدف لنادي الألي من 19 مباراة ودي نسبة جيدة للنادي الألي يستقبل 26 ريال مدريد لألي يستقبل خمس أهداف فقط من 19 مباراة وخليني برضو أضيف رقم يا بلال ويا فاروق على الأرقام بتاعت المشاركة أنه آخر خمس مباراة بما أن احنا استثنيننا ماتشاط ماتشاط الكاس بتاعت السنة اللي فاتت يعني طلعت منهم أنا ماتش سموح آخر خمس مباراة للأهلي لم تستقبل شباك النادي الأهلي أي هدف تلاتة قدام بيراميدز تلاتة قدام الزمالك واحد قدام البنك الأهلي تلاتة قدام أوكلند وواحد قدام سياتر ساوندز وشباك الأهلي والشناوي نضيفة فيه آخر خمس الشناوي كمان عمل رقم مميز أنه يتساوى مع مانويل نوير في عدد الكيلين شيت داخل المسابة كاس العام الأندية فيعني الحمد لله جماعيا وفرديا عندنا أرقام آه كويسة طبعا نروح بعد المشاركات أو بعد أرقام العامة لمشاركات الأهلي والريال في الموسم الحالي تعالوا نشوف كده بالأرقام برضو مشوار الريال وأهم الهدفين وصناع اللعب طيب يلا دي إحصائية دي إحصائية عامة لمعدلات التصويب في الدوري الأسباني التلاتة الكبار طبعا عندنا برشلونة ريال مدريد أثرتكو مدريد برشلونة طبعا بيجي في الصدرة برشلونة عمل السيزون ده عمل مستوى كويس جدا خاصة في الليجة يعني 42 أحرز 42 هدف يأتي بعده في المركز الثاني ريال مدريد بأربعين هدف مش بعيد طبعا عن برشلونة وفي المركز الثالث أتليتكو مدريد المتراجع طبعا السنة دي بـ 29 هدف التصويب على المربع معدل التصويب على المربع في كل مباراة يعني يمكن ريال مدريد بأبي يجي عكس الأرقام الأهداف ريال مدريد بيأتي في الصدارة بنسبة 17 و 3 من 10 ودي النسبة الأعلى مقارنة ببرشلونة وأتليتكو مدريد ودي نسبة تصويب عالية لأن ريال مدريد بيمتلك طبعا لعبين مميزين جدا في تصويب على رأسهم طبعا فالفيردي اللي كان دخل في تحدي مع أنشلوتي قبل بداية الموسم وقال له أنه هو لو ما أحرصش عشر أقل يعني أقل نسبة أنه يحرز عشر أهداف أنشلوتي قال له أنا هقطع رخصة التدريبية وأنشلوتي طبعا قدم مستوى كبير جدا ولكن سوري فالفيردي قدم مستوى كبير جدا ولكن فالفيردي عنده مشكلة أنه هو من ضحايا كاس العالم يعني فيه 3 أو 4 لعيبين كده لم يتمكنوا من استعادة المستوى اللي كانوا عليه هنجي للعيبة والنقاط كمان في الكرات السابتة واحد من أكتر اللعبة على المستوى اللي بين شوط وكاس لا نرجع معلش نكمل بقية الأرقام نرجع الديسبلين ده خاص بالإنذارات والكروط الحمراء يعني طبعا يمكن برشونة 5 طرد و43 إنذار لكن الريال 34 إنذار ده على مدار الموسم وكانت الحمر نسبة الاستحواز فاروق 59% طبعا نادي برشونة معروف أنه في أسبانيا تيكي تاكا والاستحواز ملوك الاستحواز الريال مدريد ونسبته في الاستحواز مع أنشلوتي دايما مش عالية بس ده مش دليل على أي حاجة خالص النسبة بقى اللي احنا دقة التمرير في ريال مدريد عالية ليه لأن عندهم وسط ملعب هو الأفضل على مستوى العالم في وجود توني كروز ولوكا موديش كان 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 ده قبل حدري وجافي وحدري وجافي جاييني سيطروا على خط النص في العالم هو حتى النسبة قريبة ودلوقتي ببرشلونة 88% ولكن كان صعب 8% نسبة قريبة جدا فيعني الريال مدريد وبرشلونة التحامات الهوائية دي آخر حاجة طبعا أتلاتكم مدريد بيتفوق فيها 13 و7 من 10 أي حاجة هواية وجسدية أتلاتكم ميوني وجيش طبعا قوة البدنية 11 بارسة وأقلهم طبعا ريال مدريد 8 ونص طبعا نروح لتوقيتات تسجيل الأهداف في زمن المباراة على مدار الموسم الحال دي الدقاي اللي بيسجل فيها ريال مدريد وخدوا بالكوا هو شبهنا شوية في فكرة روح الفانيلا الميرينجي الميرينجي يعني هو شبهنا بحقيقة دي بجد شبهنا في شخصية البطل يعني ريال مدريد عنده شخصية في مباراة كتير جدا الموسم اللي فات خاصة في مشاركته في دور الأبطال قدر يرجع في أوقات طبعا أشهرها طبعا مباراة الستي والمنتدى التاريخية اللي مش انساها طبعا جمهور ريال مدريد طبعا توقيتات إحراز الهدف ريال مدريد أقل نسبة فيه من ديئة 10 من ديئة 1 من ديئة 20 نسبة تسجيله الهدف 8% بعدها بترتفع النسبة من ديئة 11 لديئة 20 لـ 13% بعدين بتنخفض معدل وده أقل معدل أو أقل توقيت ريال مدريد بيسجل فيه السيزون دوت من ديئة 21 لديئة 30 نسبة إحرازه الهدف 3% واتكلم فيها لأنه ده معناه أنه أقوى مرضود وتركيز وهنا بقى روح البطل أو شخصية البطل بتفرق كبير جدا فيه إزاي هتفنش الجيم ده إحنا شوفنا مع الأهلي مناسبات كتيرة جدا ويبدو أن ريال المسم ده في نفس القصة هتكلم على 25% من إجمالي الأهداف لسجلة ريال المسم ده سجلة في آخر 10 دقائق في المباري أعلى نسبة تهديف لريال مدريد فعلا من ديئة 81 للديئة 90 نسبة 25% وده طبعا رقم يعني مش نقول لي يخده ولكن لازم ننتبه إحنا لآخر 10 دقائق ريال المدريد في المسم اللي فات مع أنشلوتي حق نتائجه في دور الأبطال كلها في الشوط التاني منشستر سيتي بيسجل هدفين في الوقت الضايع وضد باريس سانجرمان في الشوط التاني بيقدر يسجل فهو دايما تغيير 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 بيب جوارديولا بخروج دي بروينا مباراة هاريخية نروح للاستقبال يا كريم يا فاروق الاستقبال ريال مدريد ده معدل استقبال ريال مدريد دي الأهداف بقى شباك ريال مدريد استقبالت أهداف عاملة زي وده برضه ليه دلالة مهمة جدا في الوقت خلينا نقف عند الفترة دايما المدرب الزاكي أو المدرب اللي عنده خبرة بيستغلها بداية الشوط نهاية الشوط الأول وبداية الشوط التاني دي دايما فترة بيكون فيها ربكة شوية للعيبة أي فريق على مستوى العالم بيبقى فيه دايما في بداية الشوط الخمس دا الآخر خمس داية في الشوط الأول وأول خمس داية في الشوط التاني بيبقى فيها ربكة انشلوتي دايما بيلعب على الفترة دي وبيقدر يسجل ريال مدريد بيتهزي فيها فانشلوتي دايما نتكلم عليها وقال ان هو بيحاول ان هو الفترة دي يكون فيه سبات شوية فالنادي الأهلي اللي لأ ممكن في الفترة 24% يستقبل فيها ريال مدريد من داية 41 إلى داية 50 احنا بنتكلم على خمس داية في نهاية الشوط الأول وخمس داية في بداية الشوط التاني ومع طبعا الضغط الهجومي الكبير لريال مدريد في آخر عشر داية عشان يقدر يسجل في المباريات بيستقبل وبيكون فيه مساحات فبرضو دي فرصة النادي الأهلي اللي ممكن يلعب عليها في آخر عشر داية وشوفنا في ماتش سياتل كان فيه تفكير جيد جدا من مستر كولر ان هو ازاي يقدر يستنفذ الطاقة البدنية اللي ايبت سياتل وفي آخر المباراة قدر ان النادي الأهلي يستحوز صحيح بس خد بالك انه سياتل في فترة اعداد فترة اعداد لكن الريال في نص الموسم يعني فبالتأكيد طبعا اليقى البدنية للريال هتكون واحدة من العامل اللي هترهقنا بشكل كبير جدا والرهان على انك انت فاق يعني انا شايف ان وسط الملعب بالذات عندنا خط تدفعنا الى حد كبير كلهم يطفهم يعني يلا نروح بعد كده لللاعبين وارقام اللاعبين في ريال مادريد الهدفين والاكثر تهديفا والاكثر صنوعا للاهداف طبعا يعني اعلى لعب مسجل معدل الهدف مع ريال مادريد الموسم ده افضل لعب في العالم ويعني من حسن بقى الطالع كده او من حسن حظنا ان هو بيغيب عن البطولة كريم بنزيمة طبعا افضل لعب في العالم وهدف ريال مادريد بتسع اهداف بيجي بعده اخطر لعب بقى حاليا في تشكيلة ريال مادريدو وفينيسيو جونيور بسبع اهداف فالفيردي زي ما اتكلمنا ان هو احرز ست اهداف مع ريال مادريدو بيقترب بقى من رقم عشر اللي توعد معه بقى مع انشلوتي في بداية الموسم رودريجو باربع اهداف وإيدر ميليتاو تلت اهداف لوكا مودريش تلت اهداف وأسينسيو هدفين الصناعة فاروق الصناعة برضو رودريجو يعني على القيمة لان هو لاعب دايما يعني هداف جيد وصانع جيد غالبا هو اللي هيخد مكان بنزيمة اه هو اللي موجود عيبا موجود كراس حربة مع فينيسيوس كجناح هم اللي افنين اللي عيبه الهجومين المتوقعين فهو لعب مساهم المسلم ده هوت في تسع اهداف اربعة تسجيل وخمسة صناعة يمكن بعد كده ماركو اسينسيو اللي ما بيشاركش العدد كافي من الدايق تلت اهداف وفينيسيوس جونيور بتلت اهداف وده رقم شوية متراجع لانه لعب معروف انه هو ممكن ما يكونش هداف قدير لكن هو عنده المهارة ومفروض ان هو يصنع اكتر من كده تلت اهداف هو معدل ضعيف جدا لفينيسيوس جونيور ديفيد ألبا وده نقف عنده لان ديفيد ألبا بس مش توني كروس كمان اللي بيلعب الكرات سبتة ديفيد ألبا كمان بيلعب كرات سبتة بشكل جيد كريم بنزيمة كان هو المسدد الرئيسي مع الباير مع الباير ميونيخ هو بيرفع كويس في الكرات سبتة وكمان بيصوب بشكل كويس في الكرات سبتة كريم بنزيمة ليه تلت صناعات وانا عايز اتكلم ان كريم بنزيمة ما لعبش الموسم ده بشكل متواصل مع ريال مدريد اتأثر بالإصابات قبل كاس العالم وحتى بعد كاس العالم ورغم كده هو الهداف اللي موجود وده دليل ان ريال مدريد ما عندوش اللاعب اللي هو يقدر يسجل بعد كريم بنزيمة لان احنا بنتكلم الاهداف المتوزعة لأيبة كتير جدا موجودة فيعني غياب كريم بنزيمة هيبقى غياب مؤثر جدا جدا على هجوم ريال مدريد هتكلمكم على الغيابات طبعا في لوكا مودرت شوفيته عني كروس في صناعات اللاعب خلينا بس نخلص الارقام بسرعة عشان عايز اتكلم على الغيابات والبدائل وتأثيرهم ومشاركتهم مع ريال الموسم ده طيب بعد كده عندنا طيب خلينا اروح بقى للبدائل احنا نتكلم النهاردة الغيابات المؤكدة بداية واعرف برضو المعلومات اللي عندكم طيبو كورتوى كريم بنزيمة كان فيه كلام على ميليتاو كان فيه كلام على هازرد وان كان هازرد دي ممكن مالوش دور كبير وبعيد قوي كان فيه كلام على ميندي كان فيه كلام على لوكاس باسكاز تمام الغيابات المؤكدة والغيابات غير المؤكدة من وجهة نظركم ومن البداية للامثل اللي ممكن تظهر في تشكيلة الريال قدام بمناسبة ميندي بمناسبة ميندي الظاهرية الأيصر الفرنسي الريال مادريت هو كان لعب مع طاهر محمد طاهر بالمناسبة في فرنسا وهم أصدقاء وحتى فيه بينهم متابعات على حساب التواصل اجتماعي على انستجرام وانا كنت سألت طاهر على ميندي لعب في الوهافر اه ولا لعب في نيدي تاني لا لعب في الوهافر مع طاهر محمد طاهر في نفس الفريق وهم انا كنت تكلمت حتى مع طاهر قبل كافي الموضوع دوت وقال انه هو فعلا يعني بتواصلوا كده من فترة للتانية فيعني انا عايز اقول ان بكرة ان شاء الله دين ناخد منها دلالة ان هما الاثنين كانوا لعبوا مع بعض تزاملوا في فريق واحد ودلوقتي هيواجهوا بعض فوالله جماعة احنا زي ما يقول نؤمن بس بالحظوظ مش اكتر الفروق مش كبير بالزبط اه يعني هي وفكورة القدم بالذات يعني جزء كبير من اللعبة الشعبية الاكتر في العالم ان فكورة القدم مفيش نتيجة متوقعة مفيش يعني يعني في اي رياضة تانية ممكن اقول لك نتيجة المباراة قبل ما تبدأ لما تيجي تلعب فوليو ولا هند ولا باسكت ولا النتاج معروفة والمفاجآت اللي هامش بتاعها ضعيف جدا وقلال جدا لكن في كورة القدم كل شيء وارد وممكن اديك ميت سيناريو كان العالم كله شايف المباراة دي راحة في حتة والمباراة دي راحة في حتة تانية خارج بالزبط اه فنرجع بقى الموضوع الاصابات طبعا هو تأكد غياب طبعا كريم بنزيمة أو تيبو كورتوة على المباراة الاهل أو هم مسافرواش تقريبا مع تيبو كورتوة مسافرش كان بيخضع الفحص النهاردة وكان احتمال لكن الفحص طبعا ما اعتقدش ان بنزيمة احتمال يبقى جاهز مشاركة في مطش الفاينال لو وصله فاينال هو كان بيتمر من بنزيمة النهاردة حتى كان دكتور الفريق أو المعد البدن الفريق النهاردة قال تصريح مهم جدا قال ان كريم بنزيمة في العمر ده بيعمل تمرينات نفس المعد دوت لما كان لما كنت بكلف كريستيان رونالدو بنفس التدريبات ما كانش بيقدر يعمل خلينا ناخد مركز مركز بما ان كورتوة تأكد غيابه بديل لونين طبعا لونين هو الحارس البديل أوكراني اي قصته؟ معلوماتي السطحية عنه انه حارس جايد حارس مرمى أوكرانيا لعب معهم وخذ بطولة علم للشباب يجد ضربات صد رقلات الترجيح لكن مستوى كورة مستوى في الملعب وخصونا اعتقد هو اللي شارك قدام ريال مارك المباراة الأخيرة اللي خسروا فيها واحد صحيح نحن نتكلم على غياب هو زي ما غياب بنزيمة هيبقى مؤثر في ريال مدريد غياب تيبو كورتوة هو غياب لا يعود مش بس في ريال مدريد أو على مستوى العالم لا يوجد حارس مرمى بقدرات تيبو كورتوة فلما تيبو كورتوة ما يبقاش موجود في مباراة زي دي اعتقد ان ريال مدريد هيتأثر بشكل كبير لان انا حتى شفت مباراة السوبر ضد فالانسيا ريال مدريد ضد فالانسيا كان تيبو كورتوة هو اللي انقذ ريال مدريد هو اللي اهلها للمرنة تيبو كورتوة هو اللي جاب بتشامبيونز عادي بالضبط مش ممكن مش ممكن حارس فرقة حارس بفرقة كاملة فان هو مش موجود جماهي يعني احنا بنتنفس الصعداء وبنقول يمكن لو في دي الوقت امل بنلعب عليه هو غياب تيبو كورتوة مدين امل مضاعف يعني لان حتى لو لوني انه حارس جيد ولكن هو في الاخر اه رجله في الملعب في فترة الاخيرة وتواجد بشكل مستمر لكن هو حارس بديل مش بنفس مستوى تيبو كورتوة لا لو لو نقدر نقوله مش نقطة من نقاط القوة في الريال هل ممكن يبقى نقطة نقطة ضعف ولا لا لا هو حارس جاي هو حارس جاي ممكن ما يبقاش نقطة ضعف انه تستنى منه اخطاء او تستنى منه كوارس او ان هو هيساعدك بهدف او بكورة لا هو حارس جاي نحن نبقاش في حارس جاي لكن هو مش حارس اسطور يقدر يبنعك ان انت تسجل انفراضات لان تيبو كورتوة دلوقتي يوصل مرحلة ان هو بيمنع لايه بانه ها سجل انفراض يعني مش مش بس تصويبة لا وبيمنع لاهب ان هو سجل انفراض لكن لوني ان هو حارس عادي جيد مش حارس سيء انه قول نقطة ضعف لو وصت المباراة سيناليو وصول مباراة راكلات ترجيح حارس جيد في ترجمة الترجيح حارس جيد لأنه مع المنتخب الأوكراني مر بالتجارب وكان جيد ولكن المستوى اختلف لأنه زي ما قلنا هو حارس بديل وبقاله فترة طويلة ما بيأخدش يعني هو حارس صغير بالمناسبة ويمكن أرقام أنه في مشواره يعني تعرض لعشرين جزاء صد منهم تمانية وده نسبة بالنسبة لأقراس المرمى تعتبر نسبة كويسة جدا ده بالنسبة لكورتو بنزيمة قلنا لأقرب لتمثيله رودريجو تمام فيه بقى فيه مركز حساس جدا وممكن يكون صغرة يستغل لها النادي الأهلي بكرة ومركز الزهير الأيصر وإن كنت يعني مع عودة ألابة طبعا أنت كنت تكلم على مندي أنه تأكد غيابه لا لسه في احتمالية احنا ريال مادريدشوفنا في آخر مباراتين أو ثلاث مباراتين كان بيشارك في مركز الزهير الأيصر كما بينجا اللعب وسط الملعب لأن كان مندي مصاب وألابة مصاب وناتشو كان بيخش في قلب الدفاع يلعب نتشو يلعب بكرة هو على فكرة نتشو لعب لعب جوكر بيلعب في مركز زهير الأيصر أنا بشوفه لعب مهم يعني وجوده مهم في سكواد الفريق بصفة عامة أنا بشوفهش خالص في الملعب ده هو على فكرة قدم والدته دعياله جدا أنه يفضل يلعب كل ده في الريال مادريد ولعبة زي جارة بيل ورونالدو مش عارف مين ومين ومين بجموله بطولات مع جاهز ما هي أدواره يمكن هو تعدد الأدوار لناتشو هو سر بقاءه في ريال مادريد حتى الآن يعني نتشو دائما بيسد اه بالظبط بيسد أي مركز فيه غياب فناتشو موجود فمركز زهير الأيصر في حالة تأكد غياب ميندي اه وعودة ألبة من الإصابة لسه مش ملعب هيلعب في ديفيد ألبة لا ممكن بقى يعني لو في حالة ما يشاركش ألبة يبدأ بقى ريال مادريد بكمة فينجا في الباك الشمال ودي هتبقى نقطة قوة للنادي الأهلي لأن اللعيب يلعب في مركز مش مركزه نقدر نلعب عليها طبعا هاجل تشكيل الأهلي والنقطة لمحارج جماهيل وكله بيرهن على تشكيل خط هجوم النادي الأهلي بس نكمل بقية الغيابات أنا عايز أتكلم غيابات الإصابات معروفة في غيابات تانية في ريال مادريد هو اللعيبة موجودة لكن متوقع أن هم ممكن يغيبوا وممكن لا مؤخرا سنائي وسط الملعب اللي حق لريال مادريد كل الإنجازات وكل البطولات والسنائي الأفضل أعتقد يعني في الآخر عشر سنين تاني أفضل تاني أفضل يعني بنتكلم الجيل الجيل تسعد لبرشلون بنتكلم من تاني كروس جافي وبيدري ما يخده عشر سنين على تشافي وإنيستا أنا بالنسبة لي مودريتش عدى الكل أنا بالنسبة لي لوكا مودريتش عدى الكل خليني عيد عيد عدى إنيستا بص فيش حد جيزة إنيستا لغاية اللحظة دي فيش حد جيزة إنيستا بأنت متفرجش على إنيستا بس مودريتش طبع ما دارش أقلل منه حدنا نتكلم نرجع تاني المباراة لوكا مودريتش وتوني كروس بيمروا بفترة أعتقد أن هي ممكن توني كروس حتى قال أن هو ممكن يعتزل نهائيا بعد الموسم ده مش بس هيروح نادي تاني هو فكر أن هو خلاص وعتزل مع المتخب الألماني بعد اليورو وقال أن هو خلاص اكتفى أعتقد من كرة القدم وممكن لأنهم عارضين عليه جدد موسم واحد بس أي لعب بعد الثلاثين في ريال مدريد بيعرضوا على أن هو جدد موسم واحد بس لوكا مودريتش أعتقد جايله عروض جيدة جدا وبرضو رايح النصر بعرض خيالي فأحنا بدأتكلم إتنين لعيبة هيمشوا ومؤخرا كارلو أنشلوتي ما بقاش يدفع بلوكا مودريش وتوني كروس في التشكيل الأساسي لريال مدريد لو تكلمنا على ماتش أتليتيك بالباو اللعب سيبايوس اللعب الأسباني مع مع اللعيبة مع تشواميني والعيبة تانية بتخش وكما فينجا بيكون موجود في وسط الملعب فهو بدأ يعمل مدورة فهل بكرة هيرجع توني كروس أنا أعتقد أنه يرجعهم طبعا لأن المباراة كبيرة فيرجع توني كروس ولوكا مودريش لكن هو أعادهم ليه عشان لوكا مودريش وتوني كروس وتوني كروس مش بمستوىهم المعهود في السنين الأخيرة وبدأ كده العمر يتقدم بيهم والطموح كمان ونتكلم برضو هو مواجهة خط النص أنا عايز بس مش عايز أنسى خط الهجوم سريعا جدا مواجهة خط النص الأهلي في مواجهة خط نص الريال شايفينها ازاي يعني حتى لو لعب توني كروس ولوكا مودريش في مواجهة السولية والديانجو وأعتقد بممكن يمعهم كما فينجا أو تواميني بس يعني في مواجهة الديانجو وفتحي والسولية المواجهة دي على فكرة هتشكل المباراة بشكل بلسبق بيه هتبقى معركة وسط الملعب يعني بكرة هتبقى معركة وسط الملعب والأطراف يعني المكانين دول بالتحديد هيبقوا أكتر أماكن فيها لعب بكرة في المباراة وسط الملعب طبعا زي ما حضرتك قلت كده مودريش وكروس والشاوميني غالبا اللي هيبدأوا بكرة في الريال وفي المقابل حمدي وديانجو والسولية دي هتبقى معركة في سواء في الكرات التانية الكرة التانية مين هيقدر يستخلص الكرة التانية ويبدأ يبني الهاجمة بتاعته والأطراف طبعا معركة الأطراف لأن ريال مدريب بالتحديد كمان مميزين جدا في الانطلاقات على الأطراف فحمدي بقى المشكلة بكرة هل هيعود لأدواره القديمة ويرجع كرقم ستة يعني رقم ستة بقى الصريح بالزبط ومش هيعمل أدوار الهجومية المكلف بيها الفترة الأخيرة مع كولر ولا هيستمر حمدي في الأدوار الجديدة ويبقى قلب الملعب ديانجو والسولية الميزة يا بلال ايه اقول لك أن الأهلي بقالوا أكتر من مباراة بيلعب 4-3-3 والسولاسي بيبقى موجود ده هيديك إضافة لأن انت كده 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 هو في إجابة طبعا عليه لأن كلهم الحمد والله جهزين وكلهم فايقين لكن احنا كلنا محترين مش عارفين ميستر كولر ممكن يفكر يبدأ مواجهة ريال مدريد من السولاسي الهجومي هل تلجأ هنا للخبرة يا فاروق ولا تلجأ لخبرة المواجهة الكبيرة وخبرة المواجهة مع مع لعيبة عندك لعيبة لعبة قدام الريال قبل كده مواجهة رسمية ولا تلجأ للمهارة التي قد تراهن عليها لصنع الفارق ولا تلجأ للنواحي البدنية تصد وتسد في مواجهة الريال حيرة كبيرة حيرة كبيرة جدا أنا لو مدرب في المباراة دي هلجأ للمهارة طبعا للمهارة لعب صاحب المهارة في المباراة دي تحديدا بيكون في القمة بيكون على القمة عشان كده أنا قبل ما يجي حتى صادفني هدف هجمة حسين الشحات اللي عدى من أربع لعيبة من ريال مدير منهم ومرسله هو اللعب هي دي مباراة فأنا أتمنى يكون حسين الشحات موجود أتمنى أحمد عبدالقادر يكون موجود ويمكن يعني بنتكلم في القدرات البدنية لطاهر شوية ممكن ترجح كفته لأننا منتكلم في فريق لا بس السلاسي ده ما يجتمعش ما يجتمعش لو موجود يبقى طاهر مكان عبدالقادر وحسين الشحات أعتقد أنه لازم يكون موجود في المباراة لأنه هو واجه ريال مدريد وكان نجمل عين ضد ريال مدريد وليه خبرات كبيرة طاهر والشحات ورأس حربت أنا رشح برستاو برستاو نروح لبلال هتراهن على إيه أنا أنا أراهن مهارة ولا الخبرة ولا البدني أنا أنا أراهن عليهم كلهم التلاتة لازم يكونوا مجتمعين الخبرات فيها وقتها تشكيلة خط هجوم فيه تلات عناصر دول لا أنا أتكلم على عوامل الخبرة لازم يكون فيها كبداية أنه مثلا خلينا أقول كل عيبة الأهلي عندها مهارة وعندها بدني وعندها خبرة بس المهارة مثلا عند عبدالقادر ممكن تبقى غير البدني عنده طاهر ممكن يبقى غير الخبرة عنده طاو والشحات ممكن تبقى غير بالزبط يعني فيه تفاوت في يبقى أنا بقى اللي حكمني بكرة خاصة بقراءة فكرة مارسل كولر أن لو كولر هيبدأ بحمدي كأدوار هجومية فمش هيقدر يبدأ بعبدالقادر معاه لأنها هيبقى كده عندي اتنين لعيبة بأدوار هجومية محدش هيساعد علي معلول اللي بيبقى متقدم دايما للمناطق الهجومية فلو كولر هيبدأ بحمدي في نص الملعب كلعيب ستة زي أدواره القديمة يبقى أنا أفضل أن عبدالقادر يبدأ المباراة بدلا من طاهر محمد طاهر ولكن لو هيستمر حمدي يبقى طاهر علشان يأمن ضاهر علي معلول في الناحية لمن طبعا أتفق مع فاروق طبعا أن حسين الشحات له أفضلية وهو كان بيمر بفترة طبعا مميزة في الفترة الأخيرة يبدأ حسين في الجهة اليومنا وفي الأمام اللعب اللي أنا براهن عليه برقم واحد بكرا إن شاء الله خضرته على التسجيل وتقديم مباراة كبيرة جدا اتنين لعيبا إن شاء الله الفريق كله يبقى في حالته ولكن أنا أحس أن محمد عبد المنعم في مركز قلب الدفاع وبيرسيتاو في مركز المهاجم لاتنين دول كواليتي يشابه نقطة أخيرة بس نقطة أخيرة سريعة جدا طاهر لازم يبقى موجود لسبب لأن جابة ريال مدريدي اليومنا في وجود فالفيردي هي الجبهة المسالية فلازم تحط طاهر لموجود فالفيردي يوم الأربع اللي فات كانوا هنا وقالوا نراهن على مطش الأهلي والريال يوم الأربع اللي جاي وقد كان والنهارده رهنوا على إنه الأهلي يقدر ونتقبل يوم الأربع اللي جاي حلقة جديدة والسادسة وهنشوف إيه الأخبار بشكركم شكرا جزيلا استمتعوا إحنا جاهزين لوجبة كروية ممتعة مش بتتكرر كتير بشكر كتير على مستوى فريق مصري وبالتأكيد مش بتتكرر كتير على مستوى بطولة زي بطولة كاس عالم الأندية مولايا عبدالله التساعة مسام بتوقيت القاهرة الأهلي في مواجهة الريال مواجهة القرن مباراة للتاريخ والمجد والشهرة أتمنى أنكم ستمتعوا بيها وكل التوفيق لفرقتنا إن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من السادسة وتحياتي لكم